سلام عليكم وهلوها اللي وزيكم يا أحلى أميرات في الدنيا وحشتوني بجد جدا جدا يا رب تكونوا بخير النهاردة كل أيامكم فرحة وسعادة وراحة بالي يا رب اللهم أمين يا رب النهاردة كده الفيديو يعجبكم مليان من الطاقة ومليان من النشاط مع السيدة اللي تعودنا منها على كل جمال وكل أناقة وأفكار حلوة النهاردة الفيديو هنلاقي فيه أفكار جميلة جدا جدا لبيتنا خصوصا كمان قبل العيد حابين تعملوا قبل العيد ديكورات وترتيبات وتنظيمات حلوة هتلاقي أفكار معاها النهاردة متأكدة ان هي تعجبكم كل سنة وانت طيبين يا رب كل أيامكم كده أفراح وأعياد يلا بقى لايكاتكم الجميلة أميراتي والتعليقاتكم الحلوة على فيديو النهاردة وأكيد يشرفني كل أميرة جديدة بتنضم العيدنا ما تنسيش السابسكرايب اكتبي لي كومنت كمان عشان أرحب بوجودك معانا إن شاء الله في الفيديو الجاي يلا ندخل في الفيديو على طول بكل أفكارها اللذيذة والتجديدات الحلوة شايفين الإضاءات قد إيه بتفرق جدا جدا في المكان اللي بدأت إن هي تحطها في النباتات وتضيف بعض اللمسات لها اللي تخليها قد إيه تكون طبيعية أكتر اللي شايفين الزرع الأخضر الموجود في كل مكان عندها قد إيه بيدي طاقة حلوة بيكسر اللون ونفس الوقت بيدي شكل حلو فبردو حاولوا إن انتوا تدخلوه في بعض أفكار الدكورات بتاعتكم لو بتدوروا على ستايل وأفكار جديدة كمان برضو اهتمامها بكل التفاصيل لكل التنظيفات اللي موجودة عندها الفترة ديه كلنا بنعمل شوية تنظيفات كمان للعيد فتقدروا كمان تغضوا التشجيع والحماس من أفكارها لما بدأت إن هي تستخدم كمان الآلة التنظيف البل بخار لكل الحاجات المنسجات طبعا السرير أو الكنب أو الحاجات اللي فيها كل الحاجات القماش دي بتبقى صعبة جدا في التنظيف فكان أسهل حل عندها إن هي تستخدم الجهاز بتاع البخار تنظف طبعا لو مش متاح اندي ممكن بفوطة ومبلولة كده وشوية صابون تقدر إن انت تنظفي كل الحاجات اللي موجودة عندك بكل سهولة طبعا كمان برضو من ضمن الترتيبات اللي احنا دايما بناخد منها أفكار لذيذة أفكار المنظمات المختلفة لحاجات كتير عندنا في البيت بتسهل علينا وبتخلي المكان يكون منظم أكتر وبيسهل علينا وبيوفر علينا وقت كتير قوي إن احنا نطلع كل حاجة محتاجينها بدأت ورينا المنظمات والبوكسات المختلفة لتنظيم المكان اللي تحت الحود اللي احنا غالبا كلنا بنبدأ إن احنا نحط فيه المنظفات بتاعتنا استغلت كل المكان واللذيذ كمان الحلو استخدامها للإضاءات اللي موجودة عندها اللي بدأت إن هي كمان تضيف لمسة جمال أكتر بعد التنظيم الحلو ده ده كده كان الشكل اللهائي ليه تحت الحود تعالوا نشوف كمان معاها بعض أفكار الديكورات كمان للمرايات شايفين إن هي سهلة جدا إن هي تركبها بالدابل فيس الحاجات مش محتاجة منك لتكسير ولا بهدلة ولا أي حاجة نجرت بس إن انت بتحط الديكور بتاعك طبلو أو مراية أو ساعة أو أي حاجة استخدام الدابل فيس عشان تقدر إن انت تشيليه بكل سهولة لو حابة إن انت تحط ديكور تاني مختلف فما تبقيش بواسطي الحيطة وتقدر إن انت تغيري بيه كل فترة من غير أي بهدلة كمان برضو هنا ده روتين تنظيفها وترتبها لغرفة النوم حلوة قوي إن نحنا نخصص كل يوم لجزء معين نبدأ كده اليوم من أوله كده إن احنا مثلا هنعمل القوضة دي هي بدأت أول حاجة بالستير خدتها غسلتها وطبعا مش هتاخد وقت إلا في التنشيف ولا حاجة عبال ما هي تخلص كانت هي خلصت الغرفة في ترتيب وتنظيم كل حاجة نقدر برضو ناخد بعض الأفكار الحماسية جدا للترتيبات لو أنت عندك كده شوي تكسل ووراكي حاجات تعمليها في البيت أديكي شوفتي روتين حماسي حلو جدا لما بنشوف الشكل بعد بنشوف طريقة النظافة والنظام والجمال اللي بنشوفها بعد ما بتخلص ده بيدينا الحماس كده إن احنا كمان عايزين نوصل بيتنا للشكل ده شبتوا كمان برضو استخدامها للحيلة اللي هي بتاعت قطع الكارتون زي بتاعت البكر بتاعت المناديل اللي حطتها ما بين حلقات الستير عشان تخلي شكلها يكون نازل كده بالكسرات بتاعتها تكون كمان عطية الشكل الحلو فده كان الشكل النهائل للغرفة بكل الترتيبات والتنظيمات والدكرات اللي هي عملتها فيها نيجي كمان هنا البعض اللمسات الحلوة جدا عندها كمان حتى في التويلت يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي كل مكان عندنا حلو فحتى اهتمامنا كمان ببعض الترتيبات والدكرات اللي موجودة عندنا في الحمام برضو دي من الحاجات المهمة اللي تقدروا إن انتوا تخلوا مثلا آآ الترتيبات بتاعتكم تكون كمان شكلها حل الشكل الخارجي كمان اللي برا استخدامكم لبوتلز مثلا للشاور أو للشامبو والحاجات دي كلها أو إن انتوا تحطوا بعض الدكرات الموجودة أو تنظموا الفوت وتطبقوها بشكل حلو كمان أو تعلقوها على الستاند بتاعة هيكون شكلها مميز بناخد تركات وأفكار من لقطات سريعة من الفيديو حاول إن انت مرة جرى بيها حاول إن انت تشفي طريقة تانية وتجرى بيها لو ما عجبتكيش هتلاقي مرة في مرة إن انت بقى عندك أفكار كتيرة أو تقدري إن انت تغيري فيها ويتوصلي البيت عندك كل مرة شكلها أفضل نيجي معيها بعد كده للمكان بتاع الكوفيل بدأت إن هي أول حاجة تهتم بالجهاز بتاعها أو المكانة بتاعة القهوة إن هي تخليها نضيفة ده طبعا يعني حاجة مفروغ من إن احنا بنعملها طول الوقت مع الأجهزة اللي احنا بنستخدمها بدأت إن هي تنظم الموجود بتاعتها الدرج اللي فيه النكهات المختلفة أو كمان النكهات السيلة زي الفانيليا والكراميل والحاجات دي كلها تستخدمها في البوتلز جابت لها أزايز جديدة خلت الشكل كمان عندها يكون مبهج ويكون حلو أكتر تقدروا برضو تاخدوا أفكار لو حابين تعملوا كورنر مشروبات قبل العيد كمان لكل ضيفكم وحبيبكم تقدروا تاخدوا كمان أفكار من التنظيمات بتاعتها كمان برضو هي أنا بتورينا شكل الصفرة نحن دخلين بقى على الربيع والأجواء الربعية الحلوة هي كمان عندها حتى صفرتها بتعمل فيها أجواء كمان للربيع بشوية ترتيبات وشوية ديكورات كده دخلت الأرانب مع الجزر مع الورد والحاجات دي كلها خلت كمان شكل الصفرة يكون مبهج ممكن تستخدموا أفكار زي دي كمان يعني احنا مش بنحتفل أكيد بالمناسبات دي ممكن تستخدموها لأعياد الميلاد ممكن تعملوا لك كده عيد ميلاد لأرانب أو شوية ألوان مبهجة زي دي فتقدروا كمان تستفيدوا بالترتيب بتاعها نيجي بعد كده استخدامها للشموة واستخدامها للفواحات هي خصصة دولاب عندها إن هي تحط فيه كل أنواع الشموة اللي بتستخدمها والفواحات المختلفة طبعا تشايفين أشكالها قد إيه مختلفة وأكيد كمان العطور بتاعتها بتكون حلوة وأكيد كمان بتدي جوة حلوة عندنا في البيت فخصصت الدولاب ده لكل الشموع يعني عندها كمية جبيرة جدا ما شاء الله بجد من الحاجات اللي بتدي توقع حلوة قوي قوي في البيت تجربوا استخدموا الشموع اللي فيها الروايح بجد هتفرق معاكم قوي وأنا عن نفسي بحب عندي شمعة كده معينة بحب إن أنا استخدمها فبجد والله لما ببتدي إن أنا أولعها بتدي ريحة حلوة قوي ببطل كده أشم فيها فبجد بتبقى من الأجواء الجميلة قوي اللي انتوا بعد ما تخلصوا الترتيب والتنظيم بتاعكم جربوا إن انتوا بس يشغلوا شمعة كده زي دي بجد والله هتفرق معاكم جدا حاجات ممكن أنتوا يعني تحسوا إن احنا مش الدرجات دي ما عندناش وقت للكلام ده بس والله يخصصوا وقت لنفسكم بس تستمتعي حتى بكوبات القهوة بتاعة الجنب الشمعة بجد هتحسوا إن انتوا بقيتوا في دنيا تانية وفصلتوا عن كل الاسترس والضغط اللي احنا عايشين فيه ده هنا كمان شفنا بقى اهتمامها بتنظيف المطبخ البسكت حتى برضو بدأت إن هي تنظفه كويس قوي بتبدأ إن هي تحط كمان عطور في البسكت تحت الكيس بتاعها عشان ما يبقاش فيه أي روايح كريهة موجودة عندنا اهتمامها بتنظيف المطبخ بتاعها طول الوقت حتى لو هي بتسمع حاجة بتحبها دي بيديها بعض الحماس إن هي تخلص وهي مستمتعة ميبقاش اللوت كتير عليها أو حملة كبيرة عليها إن هي عايزة تخلص حاجات كتير وهي مش قادرة فبتحاول إن هي تعمل لنصها مود مختلف تبدأ إن هي تخلص كل حاجة به فبدأت إن هي تلمع كل المطبخ وشوفنا طبعا كل ترتباتها للأماكن الداخلية حتى كمان الشكل الخارجي اللي برا قد إيه حلوة قوي وأحسن لأ طبعا وأحسن حاجة في الآخر اللي هو الديكورات أو اللمسة النهائية الأخيرة يعني وبعد ما بتخلصي تنظيف أي مكان موجود عندك وتبدأ تحطي بقى الورد وتحطي الديكورات وتحطي السجاد وكل اللمسات الجميلة هي خلت ستايل كله باللون الأحمر والقلوب حاجة كده لذيذة برضو وحلوة فتي من الأهم اللحظات اللي عندنا الجميلة اللي بعد ما بنخلص بنبدأ نحط الشكل النهائي حتى هنا كمان زي ما اهتمت بغرفتها اهتمت كمان برضو بغرفة بناتها اللي بدأت إن هي تغير لهم من ترتيب السرير تحط لهم بعض الديكورات على الحتم واللذيذ كمان إن هما بيساعدوا معاها يعني مش بس الأم هي اللي بتعمل كل الأعمال لكن هما كمان برضو أكيد بيعملوا معاها خلت القطة شكلها حلوة قوي الفرشات والورد والحاجات اللي هما بيحبوها وصلتها لشكل كمان أميراتي حلوة تعالوا كمان نشوف معاها بعض الأفكار اللذيذة قوي تخلي دايما إراحة البيت عندنا حلوة هي بدقة إن هي تحط القطن اللي فيه أي زيت عطري عندك موجود في البسكت الحبيبات اللي بيستخدموها في تعطير الملابس في الغسالة تقدروا إن أنت تحطوها في أي قماشة تكون خفيفة أو كيس يكون خفيفة وتحطوها في أي مكان هتخلي ريحة المكان حلوة لما بدأت تستخدم كمان الكور الفوارة من الخل والكربوناتو إن هي تعمل منها كور وتبدأ إن هي تستخدمها كمان في التنظيف كل مكان عندها منظم قوي وكل مكان عندها نظيف قوي تقدروا تاخدوا أفكار بجد مختلفة لكل كورنر موجود عندكم وبعض اللمسات إنتوا تقدروا تخلوا من أقل حاجة عندكم مملكة جميلة قوي وأكيد طبعا يعني ربنا يساعدكم ويهنيكم بكل حاجة كل نعمة من عند ربنا هي أكيد بنشكره عليها بس ما يمنعش إن إحنا لو حتى شايفين الفيديو مستوى عالي إحنا ممكن ناخد ولو لقطات بسيطة نطبقها بجد هنقدر نحن نوصل بيتنا لأفضل شكل كمان برضو هنا جزء مهمة قوي بدأت إن هي تهتمي به المدخل بتاع البيت السلم بقى والحطان والنجف وكل مكان موجود عندها بعد ما خلصت كل الأتربة كمان جابت المناديل المطهرة وبدأت الأكر بتاعت الباب الترابزين المفاتيح حتى بتاعت النور عقمت وتهارت كل مكان عارفين إحنا لو أقل حاجة بس كده هتمينا بيها هنحس إن إحنا طول الوقت البيت عندنا نظيف ما نحاولش إن إحنا نراكم حاجات كتير ولا نهم الفحاجات شايفينا إن هي صغيرة كل حاجة بجد أكيد مننا محتاجة اهتمام ومحتاجة إن إحنا نهتم بنظافتها وبشكلها الحلو عشان أكيد يريحنا ويبقى سلامة ليه البيت كله وكل أفراد الأسرة فخلت حتى الانتري إري عندها أو مدخل البيت عندها في كمة النظافة والجمال بالشكل ده آخر الحاجة جميلة معي هنستفيد بيها فكرة استخدامها للبيكينج سودا مع كمان أي نوع مسحوق إنتوا بتستخدموه بودر وبدأت إن هي تحطوهم مع الهيدروجين بيركسايد دي عبارة عن سائل بتشترونه من الصيدلية بيستخدم في التعقيم فبدأت إن هي تكون منهم زي شايفين الأشكال دي تقدروا تعملوها كور يعني مش شرط الشكل وبتستخدمها في المفروشات الميليات والفوت بتقول إن هي بتطهرها وبتحكمها وبتنظفها فتقدروا إن انتوا كمان تستفيدوا بالحيلة دي ده كده كان فيديو النهاردة يا إمراتي يا ربي يكون عجبكم أخدتم منه بعض النشاط والطاقة وبعض الأفكار اللذيذة لبيتكم أستنى لايكاتكم وتعليقاتكم ونتقابل بكرة على خير بفيديو جديد وبسيدة جديدة نشوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام